السلام عليكم أكد مدير تطوير مبيعات قطع غير علامة إيفيكو الإيطالية بالجزائر أن الشركات الإيطالية مهتمة بالسوق الجزائرية التي طرى فيها سوقا واعدا من حيث الطلب ومن حيث الموقع الجغرافي والاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا ولكن تنتظر تحفيزات من السلوطات الجزائرية لكي تضمن لها شعركة آلا بها وأشارها الزغلاش أن إعلان رئيس الجمهورية عن وجود نية لإقامة شعركة في مجال السيارات والميكانيك مع إيطاليا خلال اللقاء الإعلام الأخير إلى أهمية استغلال العلاقات السياسية الجيدة بين الجزائر وإيطاليا وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات بالاستفادة من الخبراء الإيطالية وإيطاليا رائدة في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وكذلك في الصناعة الميكانيكية بما يمكن البلدين من تطوير شراكتهم وفق مبدأ رابح رابح في ظل وجود إرادة سياسية واضحة من الطرفين وبحكم استغلال بعض العوامل المشجعة كقرب المسافة بين الجزائر وإيطاليا التي تسمح بتقليص تكاليف اللوجيستيك من جهة وهي عوامل تساعد على تطوير الحركية التجارية والاقتصادية وأفاد الممثل للعلامة الإيطالية بأن الاستثمار في مجال الميكانيك والسيارات يعد موضوعا شائكا بسبب بعض العلاقيل التي يعرفها محيط الاستثمار ما يتطلب حسبه منح امتيازات من تحفيز المستثمر الأجانب للدخول إلى السوق الجزائرية فإيطاليا تنتظر تحفيزات جزائرية في بناء شراكة قوية في عدة مجالات من بينها مجال صناعة السيارات ولدخول علامات إيطالية إلى الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله